دخل علي رضي الله عنه وكرم وجهه على سيدنا عمر بن الخطاب وعنده امرأة يحاول أن يقيم عليها الحد لأنها ولدت عند ستة أشهر مع زوجها وهم المعروف أنها تسعة تشهر ده المطرور الشاهد فقال له علي يقول العمر قال له على رسلك يا ابن الخطاب لماذا؟ قال له ولدت لجنة يقول له ما ولدت ما في ستة أشهر قال له يا أخي اقرأوا القرآن أليس يقول الله وحمله وفصاله سلاسون إيه يبقى الحمل والإيه والرضاع وبعد ذلك يقول في آيات أخرى وفصاله في عامين يبقى الحمل في عامين يبقى أربعة وعشرين شهر ويبقى أكمل بقى هات الحمل يبقى واخد كام؟ يبقى واخد ستة يبقى أقن الحمل ستة قال عمر راضي نقص المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن نقص المقام بأرض وهو لو مع ستة عمر حاجات كتير حاجات زيديا طيب هو دخل مرة عليه وهو مغضب ما أغضرك يا أمير المؤمنين؟ قال سألت حزيفة كيف أصبحت فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء وليه في الأرض ما ليس لله في السماء ألا يغضب هذا؟ أم ضحك عليه وقال له صدق يا أمير المؤمنين قال له أوه تقولها يا أبو الحسن؟ قال نعم أصبحت يحب الفتنة يحب ما له وولده إنما أموالكم وأولادكم فتنة طب ودفاه إيه؟ طب ويكره الحق يكره الموت ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين استعددنا له أوه يعني طب ويصلي بغير وضوء قال له على النبي صلى الله عليه وسلم وله في الأرض ما ليس لله في السماء قال له نعم له زوجة وله ولد كان بيحللهم الأي مشاكل لأنه كان مشهور في الفتحة يعني ليه؟ لأن علي انكرم الله وجهه دخل الإسلام وهو صبي صغير فكل المعلومات التي دخلت عقله معلومات إسلامية إنما اللي قبل كده كان إيه؟ معلومات من قبل كده جاهلية ومعلومات لخبطة من هنا ومن هنا إنما هو كل الخمير اللي عنده إسلامية